موسيقى مساء الليل الجن وغضب الجن والسح قصة غريبة ما تنسوش تشيركو في مواقعي اللي في صندوق الوصف ولايك للحلقة دا القصة بتقول وصلنا بلاغ عن جريمة قتل لواحد اسمه الشيخ مروان البلاغ كان من أسوان ولما وصلنا هناك الناس كلها كانت بتقول ان عمران قتل الشيخ مروان رحنا ناحية بيت عمران وقابضنا على شاب في أواخر التلاتينات من عمره اسمه عمران حسن عبدالله والغريب انه ما قاومش سلم نفسه بكل هدوء وروحنا الاسم وبدأنا نسأله هناك فرفض يتكلم فحولناه النيابة وهناك بدأ وكيل النيابة التحقيق وقال له هيا عمران انت في اسم الشرطة رفضت تتكلم بس دلوقتي انت في النيابة يعني لازم تتكلم أكيد عندك مبررات لقاتل الشيخ مروان يعني فيه سبب هنا دحك بطريقة غريبة هو بيقول هو الحقيقة مش الشيخ مروان بس لدفع تمن اللي عمله زمان لا فيه ناس تانية كتير دفعت التمن ده بس بشكل تاني هنا رده وكيل النيابة قال له يعني انت عايز تفهمني انك قتلت ناس تاني مش كده هز دماغه وقال له ايو يا بيه انا قتلت كتير بس بمساعدة مش بايدي الشيخ مروان هو الوحيد اللي انا قتلته بايدي انا رده وكيل النيابة قال له فهمني يعني ايه عمران يعني ايه بمساعدة انت كنت بتأجر حد يقتل معاك قال له لا يا باشا الموضوع كبير وجايز انت ما تصدقنيش هنا رجع وكيل النيابة الورا في الكرسي قال له لا هصدقك بس احكي وصدقني اعترافك ده هيهون عليك كتير ويمكن يخفف عندك الحكم هنا ضحك عمران وقال له لا مش هحكي وقال ان انا هستنى حكم ولا حاجة لا انا سماعة دلوقت في ودانة عملة تقول لي اسكت اسكت ما تتكلمش هنا بصوله وكيل النيابة قال له هي مين دي يا عمران ما فيش حد معانا في المكتب مين دي اللي عملة تقولك اسكت هنا بصوله عمران قال له تسمح لأحكي لك من البداية من زمان من قبل ما اتولد قلم من الاساس هنا رد وكيل النيابة قال له احكي انا عايز اسمعك بدأ عمران يقول له الحكاية بدأت من زمان اوي لما ابويا الحج حسن عبدالله كان عايش في اسواق في نفس البيت اللي انا كنت موجود فيه لما اتقبض علي كلام ده لي اكتر من 30 سنة كان متجوز بنت عمه سماح اللي هي امي ربنا يرحمهم ابويا حسن كان زيه زي اي حد راجل عايز يعيش عيشة كويسة ويأكل مراته بالحلال وعلشان كده بدأ من نقطة من تحت الصفر بقى فاصل فراخ في السوق عندنا في اسوان وسط تجار كبار ليهم اساميهم هناك طبعا ابويا ما كانش يجي حاجة جنبهم ابدا الناس ديت كان معاها محلات كتير جدا وعيشة عشت الملوك لكن يا باشا الناس دي كانت بتبيع باسعار عالية جدا وبتخلي الناس من دايقة وزعلانة ومش قادرة تشتري والناس ما كانش عندها حل كل اب عايز ااكل عياله لكن الناس دي كان عندها جبروت ما يتوصفش لكن كل ده بدأ يختلف لما ابويا نزل السوق وسأل على الاسعار وعرف الجملة منين وبدأ يبيع الفراخ باسعارها العادية بما يرضي الله بدأت الناس تروح لابويا وتشتري منه وتهمل باقي التجار الموضوع كبر والقفص بقى اتنين وثلاثة وعشرة لحد ابويا ما بقى معاه محل هنا التجار بدأوا يزعلوا من ابويا وقعدوا مع بعض وقالوا اننا نحاول نحل الموضوع بالحسنة ونقعد معاه ونتفق وفعلا ثلاثة من التجار دول وكان اسمهم الحج علي والحج سامح والحج عوض زاروا ابويا في البيت وطلبوا منه انه يبيع بنفس اسعارهم علشان كده هو هيضرهم لكن ابويا رفض وقال لهم ان هو هيبيع بما يرضي الله وبس وانه مستحيل يعمل كده ويغضب ربنا هنا عرض التجار عليه انه يتحد معاهم وانه يبطل الشعارات ديت لكنه رفض وشبه طردهم من البيت بس بطريقة خرج التجار من عند ابويا والشرف عينهم وقرروا ان هما لازم يخلصوا من ابويا وفعلا دبروا الابويا مكيدة وقدر بمساعدة مجرمين ان هما يحرقوا بضاعة ابويا والمحل كله وطبعا كده خسر ابويا كل حاجة كانت صدمة كبيرة مقدرش يتحملها وكان عايز الوحي ينتقم منهم لكن امي كانت وقفة جنبه وبتدعمه وطلبت من ان هو ما يفكرش وهو متعصب وبعد يومين بالضبط كان ابويا واخد قرار انه هيسيب البلد ويروح يعيش في القاهرة اخد امي وسفره فعلا على القاهرة علشان تبدأ هناك قصة معاناة جديدة بطلها انا بعد ما نعل ابويا ام القاهرة باسبوع امي حملت فيا بس الفترة دي كانت الاصعب على ابويا وعلى امي كمان عشان في الوقت ده ابويا نزل يشتغل نفس الشغلانة بس عندي تاجر هناك لحد ما يقدر يزبط اموره ويقدر ان يفتح شغل خاص به لكن المشكلة كانت في لون البشرة الاصمار اللي كانت عند ابويا وامي اللي كانت بتخلي الناس تقول لابويا تعالى يا اسود روح يا اسود كانوا بيتنمروا عليه هو وامي تنمر كانت اكتر حاجة مدايئة ابويا بس كان دايما بيتجنب الرد على المرضى دول وانه يرد عليهم او انه يعمل معاهم مشاكل كان عايش في حاله لكن الموضوع الحقيقي كان مؤثر على المرضى على نفسيته جامد وزاد الامر اكتر لما جيت انا للدنيا علشان اللون باترت زي ما انت شايف مش اسود ابويا قرر يسميني عمران نمر الناس على ابويا وتحول التنمر لقلة ادب وما تاخذنيش في اللي هقوله ده بس الناس كانت بتسأل ببجاحة هو الولد ده طالع ابيض لمين ابويا كان بيسمع الكلام ويسكت لكن ما كانش قادر يتحمل ده وبدأت مشاكل تظهر بينه وبين امي مشاكل كتير كتير جدا مشاكل دي كانت كل يوم بتكبر وانا كنت بكبر وبشوف الناس بتقول ايه لابويا لكن كنتش فاهم موقتها الظهم ايه ابويا كان يقعد معايا كل يوم ويحكيلي عن الظلم اللي اتعرض له واللي لسه بيتعرض له لحد دلوقتي ده خلاني كرهت الناس دي لحد ما وصل سني حوالي عشر سنين في الوقت ده كنت بلاحظ ان ابويا بيقرأ من كتاب دايما ودايما بيقعد لوحده لما سألته ايه الكتاب دوة يا ابويا هنا بصلي وضحك وقال ده كتاب يعلمنا لهجتنا النوبية الجميلة يا عمران متكبر شوية هعلمك ولازم تاخد الكتاب دوة في اليوم ده يا بي انا ما قدرتش انساه ويمكن اليوم ده هو السبب ان انا واقف قدامك دلوقتي في اليوم ده خرجت العب مع العيال في الشارع زي اي عيال صغيرة بتلهب وانا بلعبت خنقت مع صاحب محل في الشارع كان اسمه مصطفى اللي خرج من محله وقال لي كلام مهين لي والابويا والامي وقال ان انا ابن حرام بجعت البيت ببكي بحرقة وقلت الابويا اللي خرج وراح للراجل ده عند المحل بتاعه وفضل يتكلم معاه بس ما عملش حاجة ورجع البيت عادي بالليل سمعنا الصوت السريخ في الشارع خرجت انا والناس كلها نشوف ايه الموضوع دوت لقينا الراجل صاحب المحل واقع في الارض ميت وجسيته شكلها غريب حدش كان فاهم حصل ايه والناس ملمومة حواليه دخلت البيت لقيت ابويا وامي بيتخنقوا ابويا كان ماسك الكتاب بتاعه لما شفني نولني الكتاب وقال لي خلي ده معاك ابويا الاول مرة اشوف يضرب امي بالقلم امي من الصدمة كانتش عارفة تتكلم كانت عملة تصرخ بكلام انت ساحر انت كافر وثبته جريت جابت جركة بنزين ودلقت على نفسها ابويا جري عليها وهو بيقولها انت بتعمل ايه مجنون انت بتعمل ايه بس البنزين كان وقع عليها وعليه وهي في ايه ده عود كبريت وفي لحظة واحدة لما ولعت امي في نفسها شفتهم هم اللي اتنين والنار بتاكل جسمهم واستصرخهم المنظر عمره مغاب عن باري انا كنت طفل واقف مزهول ماسك الكتاب بس بتاع ابويا وبراجع لورا وهم بيتلووا في الارض اخدت وخرجت بسرعة من البيت والناس كانت بتخش بس كانوا تفهموا كنت باجر في الشارع يا بيه كنتش عارف انا رايح فين كنت ببكي على منظر ابويا وامي وهم بيتحرقوا قدام عنايا في نفس الوقت دوت كنتش عارف اروح فين انا اصلا مطلعتش من الحي اللي كنت فيه دوت من ساعة متولدت ملناش قريب ملناش معارف مكنتش اعرفي عن ايه فسح ولا اخرجات ولا اي حاجة احنا مكناش نعرف غير الشغل والبيت وبس احنا كنا ناس غلابة دي اللي كانت نهايتنا بسبب التنمر لقيت نفسي تاية في شوارع معرفاش فضلت ماشي في الشارع وانا عمال اعيط وبقول اروح فين سبتوني المين هعمل ايه كنت تعبان وفاقد الامل ان انا هقدر اعيش فضلت اطلع من شارع لشارع وادخل من شارع لشارع لحد ما وقعت في الشارع واغمى علي فوقت لقيت نفسي نايم على سرير وقاعت جنبي راجل كان باين على ملامحه الطيبة وقال لي الحمد الله على السلام يا ابني مالك بس فيك ايه هنا بصت له وقلت له انت مين قال لي انا عمك راضي كنت بصلي الفجر وانا راجع لقيتك واقع في الشارع وجنبك الكتاب دوت ايه يا ابني و ايه اللي حصل و ايه حكايتك هنا بصت له وقلت له انا مش عارف اقولك ايه انا حكايتي غريبة يا عم راضي هنا بصلي وقال لي من لهجتك شكلك صعيدي انت منين قلت له انا اصلا من اسوان واسمي عمران بس كنت عايش هنا مع ابويا وامي بس قال لي بس طب كمل يا ابني كمل هنا بدأت احكي كل حاجة لعم راضي ومع كل حرف كان الدموعي بتنزل الراجل اتعاطف معي جدا وقال لي تخلتني اعيط زي العائلة الصغيرة يا عمران شوف يا ابني مفيش حاجة في الدنيا دي صدفة دي كلها اقدار ربنا سبحانه وتعالى ويمكن ربنا واقعني في طريقك عشان انت ابن حلال انا راجل عايش مع عمر ابني هو تقريبا في نفس سنك ومراتي ميتة من زمان انت هتعيش معايا هنا وزيك زي عمر تمام من النهاردة هنا بصت له وقلت له بس يا عم راضي قال لي ما بصش ولا حاجة انا قلت لك هي دي اقدار ربنا ربنا رايد انك تبقى معانا هنا دلوقتي عم راضي دوت كان راجل طيب حبيته فعلا من كل قلبي وحسيته تعويضة عن ابويا اللي ما شفتش منه الحنية داية تعيشت مع الراجل دوت احلى ايام حياتي سنين كتيرة ما كانش بيفرق في المعاملة بيني وبين ابنه وبالعكس ده كان بيعملني احسن من ابنه كمان لغاية مكبرت ما عرفش ليه لما كبرت افتكرت الكتاب يمكن من الزهق والروتيني اليومي قلت خليني ابص اتعلم لهجة النوبية الاصلية دخلت القوضة وقفلت على نفس الباب ومديت ايدي فوق الدولاب طلعت الكتاب لاول مرة وفتحته كان فيه كلام غريب ورسوم غريبة ورسولة واحدة ستة فيه مش قادر اقرى حاجة لكن انا حسيت ان مخي زي ما يكون بيترجب الكلام وعدت اقرى فيه اربع ساعات حسيت لساني بيتقل حسيت نفسي بيتاخد ومش قادر اتكلم وسمعت الصوت بيهمس في ودني وبيقول لي عمران كان صوت واحدة ستة لما بصيت قلت مين مين اللي بيتكلم مين بينده علي حدش بيرد هسيت دماغي بتتقل واني عايز انام لقيت نفسي بحط راسي على المخدة وبروح في النوم اول مرة انام بالعنق ده لقيت عمر بيصحيني وبيقول لي ايه عم كل ده نوم اصحى بقى بابا بيقولك اصحى علشان تاكل خرج عمر من الباب والباب ترزع وراه بعنف ولقيت شخص طويل واقف قدامي بملامح وشكل ست بس كان شكلها مخيف ومفزع وقالتلي انت استدعتني لك مني السمع والطاعة كنت عايز اسرخ لكن السرخة مش بتخرج مني وقرب مني وقال انت اللي هتكمل عهد ابوك يا عمران انت وريث العهد هكمل ايه انا مش فاهم حاجة لما ردت وقالت ابوك كان فيه عهد بيننا وبينه وانت الوريث كنت بنساعده في ابعاد اذى الناس عنكم صاحب المحل فاكروا يا عمران هنا افتكرت الموضوع بس ابويا وقتها قال ده كتاب لهجة نوبية كنت بقول الكلام ده في نفسي وانا مرعوب وخايف ببص ملتهاش قدامي هنا رد وكيل النيابة وقال له استنى بس عمران قبل ما تكمل كلامك افتكر انك قدام النيابة يعني تقول لجن وشغل جنان عشان تتحول لمستشوى الامراض العقلية مش هيحصل بقى انت كده بتحلم بقى لاش جنان وهطل وخليك واضح وصريح وقال لي قتلت الناس دي ليه يا عمران في اللحظة دي صوت عمران بدأ يتغير وبدأ صوت ويبقى صوت الجش وقال كلام عمران مش جنان كلام عمران هو الحقيقة هنا وكيل النيابة قال له هتبدأ تدخن في صوتك عشان نخاف منك ونقلق مثلا احنا مش بناكم الكلام ده يا ابني هتتكلم يا عمران ولا لأ قول الحقيقة يا ابني وسيبك من الجنان اللي انت بتعمله ده يمكن اقدر اساعدك هنا رفع عمران راسه وبص الوكيل النيابة يعني كانت مرعبة كانت مخيفة شكله كان مخيف جدا جدا لدرجة ان وكيل النيابة خاف وابتسم في وش وكيل النيابة اللي حاول يتماسك رغم خوفه علشان ده لا يمكن يكون حقيق اللي هو شايفه وقال له اللي انت بتعمله ده مش هيخوفنا يا عمران فوق انت قدام النيابة هنا رد عليه الصوت دوت الاجاش اللي عن طريق عمران وقال له ازا كنت لسه مش مصدق كلام عمران بعد اللي انت شايفه قدامك دلوقتي تحب اقول لك عن حاجة محدش يعرفها عنك لحتم به تحب اقول لك انت ليه ما تجوزتش لحد دلوقتي وانت كاسر السن الاربعين اقول لك ايه اللي حصل لك زمان خلاك مش عايز تتجوز وبتظهر رجلتك هنا في مكتبك بالصوت العالي بس هنا وكين النيابة ما كانش عارف يرد جات له حالة خرص وبص الكاتب الاقوال اللي قاعد جنبه اللي كان بيبص ومسهم هو التاني وقال له وعد كون كتبت حاجة من الكلام ده هنا رد عليه عمران وقال له ما تقلقش ما كتبش اي حاجة وما تخافش او كده هو بس مصدوم تحب اكمل وقول لك اللي حصل لك زمان لما هنا وكين النيابة قال له اخرص انا مش عايز اسمع صوتك هنا رد عليه الصوت وقال له انت ما تقدرش تتخرسني سامع ما تقدرش تخلييني اخرص اكمل حكايتي ولا اكمل حكايتك هنا رد وكين النيابة قال له كمل يا عمران كمل حكايتك يا عمران هنا بص له عمران بنظرة زي ما يكون فيها السخرية وقال له واحنا وقفنا لحد فين وبعدها عينيه وشكله رجع طبيعي للملامح العادية هنا رد عليه وكين النيابة وقال له لحد ما اختفى الست دي او شيء ده من قدامك قال له اه انا ساعتها كنت فعلا عايز ااخد حق ابويا من اللي تسببه فموته المهم خرجت من قطي وانا تاية مش سهل علي اللي بشوفه لقيت عمراضي مجهز اكل وقال لي ايه يا ابن صح النوم كل اول مرة تنام كده هنا قلت له معلش عن مراضي انا فعلا كنت مرهق وتعبان شوية قلت نام ومحسدش بنفسي هنا رد علي وقال لي الف سلام عليك لو انت عايز تنام تاني خش خش كمل نوم براحتك انا قلت بس قومك عشان تاكل قلت له تسلم يا عمراضي عمراضي ده هو الشخص اللي انا اتمنيت بجد ان يكون ابويا عنده طيبة وحنية تكفي الكون كله بحاله عشت مع الراجل دوت اجمل ايام حياتي بعد كده وخلاني كملت تعليمي وصرف علي دم قلبه ما قدرش اوصف لك الراجل ده غير انه كان ابويا فعلا لكن حصلت حاجة غيرت حياتي كلها وللأسف كانت بداية الطريق للانتقام في يوم كنت صهران بذاكر عمراضي وابنه نايمين والجو هادي تماما لكن وانا بذاكر النور قطع قمت من مكاني علشان اجيبت شمعة وانور وقلت اكيد عمراضي هيصحى دلوقتي بسبب الحرب خرجت جبت شمعة وولعتها ودخلت قطي نورت قدامي الشمعة وقعت من ايدي من الصدمة علشان هي كانت في وشي من تاني وقالتلي ما تخافش يا امران انا مش جاية اقذيك انا جاية عشان اعلمك واخد عليك العهد وما لانت فاكر نفسك هتنتقل منهم ازاي بيولوحدك كنت واقف مرعوب لما قالت دلوقتي لازم تتعلم كل حاجة خاصة مننا احنا ولازم تعرف هتنتقم ازاي ولازم تبقى واحد مننا يا عمران وتاخد عهد ابوك وتنتقم من اللي كانوا السبب في موته هو وامك هنا رديدت وقلت لها يعني اعمل ايه بتجيج معايا علشان تتعلم وتفهم والعشيرة تكون راضية عنك هنا قلت لها بس انا مقدرش اسيب عم راضي هنا قلت لها هترجع له تاني لكن لازم تيجي معايا دلوقتي غمض عينيك يا عمران فعلا غمضت عينيه وحطت ايدها على دماغي وبدأت وبدأت تقول كلام غريب جدا مش فاهم منه حاجة لحد ما قالتلي فتح عينيك فعلا فتحت عينيه لقيت نفسي قدام قبر ضخم كبير لما قلت لها انا خايف انا عايز امشي هنا قالتلي تمشي تروح فين ده مكانك انت انت منها تكون من ابنائنا المخلصين في مقابل حاجات كتيرة اولها انك تاخد حقك وعادتني قدام القبر وبدأت تاني تقول لي كلام مش مفهوم وبعدها خدتني وهي بتقول دلوقتي انت لازم تنفذ الخطوات المطلوبة منك هنا قلت لها خطوات ايه هتعرف يا عمران هتعرف انا مش عايزك تخاف انت هيكون ليك شأن كبير زي ابوك وانت معانا تعرف يا به عادتني هناك قدق اربعين يوم عادتني في قوضة كده عملت فيها كل حاجة حرام ممكن تتخيلها الجنية دي كان اسمها الشمس القوامين اسمها كان بيهز مملكة الجن كله خلتني استحمد بلبن وقابت في الحمام طول الاربعين يوم دول وممنوع من الكلام وممنوع من الاستحمام وديتني طلاصم بدأت احفظها وصومصوم غريب من الصبح ده العصر حاجات كتيرة جدا عملتها مش ممكن تتخيلها وتعلمت كل فنون السحر الاسود في الاربعين يوم دول وفي الاخر قالتلي خلاص انت بقيت معانا طلاصم اللي معاك في الكتاب ده هتساعدك وانا هتساعدك عشان تقدر تنتقم يا عمران وتفضل معانا دلوقتي تقدر ترجع لكن لا وضوء ولا صلاة ممنوع نهائي سبت شمس وانا وحشني جدا عمراضي وقررت ان انا هرجع واعيش معاه زي زمان لكن اكتشفت ان رجعت متأخر عشان عمراضي كان مات بس علشان هو راجل اصيل قال لابنه لما ارجع لازم اعيش معاه ويسيب نعايش معاه ودي وسيطي ليك حتى هو بيموت كان بيفكر فيا وعشت في الشقة زي ما وصع عمراضي سنين كنت بدل استلاصم الكتاب وبقى بمساعدة شمس واعمل اصحار لدي ودي ودي كنت بتعلم كل يوم حاجة جديدة كنتش متصور لانا اعرفها في يوم من الايام كل يوم كانت تجيلي بهيئة بشرية وتعلمني ومرت السنين وانا بمارس السحر ما قدرش اقول لك ان كان في حاجة احكيها تاني كل السنين اللي مرت دي كنت بمارس جميع انواع السحر اللي موجودة في الكتاب لغاية ما وصل وقت الانتقام اللي هي كانت محدداء كنت ناوى احضر شمس في الليلة دي علشان ابدأ انتقامي منهم خرجت جبت كل حاجة احتاجها في جلسة التحضير وارجعت البيت متأخر والمفروض ان عمر نايم فتحت باب قطي ودخلت وهنا كانت الصدمة اول ما دخلت الاوضة لقيت عمر جوه ومعاه الكتاب وكان بيتصفح فيه وقام من مكانه هو بصصلي باستحقار وقال لي كتاب ده بيعمل معك ايه وجبته منين هنا قلت له انت ايه اللي دخلك هنا وازاي تفتح حاجة بتاعتي من غير ما تستأذني او ترجعلي هنا بصلي وقال لي ايه اللي دخلني هنا انت نسيت ولا ايه ده بيتي وانت موجود هنا علشان وصيت ابويا انت ساحر زي ما بيقول عنك وكافر وانا فتحت الكتاب ده علشان اشوف المصايب اللي انت بتعملها في بيتي سرتك في كل حتة مكنتش اتصور بعد السقة اللي بيحطها فيك انك تطلع كده انا بجد مصدوم فيك انت كافر انت ساحر هنا بصت له وقلت له حتى لو معك حق بش من حقك انك تدخل القوضة دي يبقى على الاقل ملكش دعوة بحاجة لو دخلت هنا قال لي انت مجنون ولا ايه انا برد على كلامك لو انت عاوز نحترم وصية ابويا ارمي الكتاب ده ويرجع لربنا تاني او احرقه لكن بطل الكفر دوت ده لو انت عايز تعيش معايا هنا هنا رديت عليه وقلت له انا مدرش احرق الكتاب ده او ارمي الكتاب ده كل حاجة لاي هنا بصه قال لي كده طيب خلاص انا بقى هرمي ما ازعلش نفسك تحرك عمر وشال الكتاب من مكانه ولسه هياخد اول رد فاعل جسمه اتخشب بقى شبه التمثال عمال يتهز ومرة واحدة وقع على الارض عمال يتنفض عاوز اتصرف او عاوز اعمل اي حاجة بس انا عارف النتيجة جريت عليه وانا مش عارف هعمل ايه عاد تسرخ واقول خلاص خلاص هو غلط خلاص خلاص سبوه هو غلط بس محدش جاي اللي كان واقع على الارض وفي لحظة واحدة لقيته ميت مات اللي انا عشت معاه سنين عمري كلها مات قدامي مات منهم هما كنتش عارف اعمل ايه بس فعلا تاني يوم خدناه وغسلناه ودفناه وخرجت وقررت ان انا اسيبي البيت ده ونزلتي من البيت في الوقت ده رجعت لكل ذكريات الماضي وانا مش عارف انا رايح فين الشقة كانت ايجار ورجعت لصاحبها لكن في الوقت ده الشمس كانت بيتوجهني للمكان اللي مات فيه ابويا وامي المكان اللي انا بكرهه المكان اللي بيفكرني بأسوأ حاجة حصلتلي في حياتي رجعت للمكان اللي اتغير كتير عن زمان وقدرت اأجر شقة صغيرة هناك وفعلا دخلت البيت او الشقة دي بمجرد ما دخلت لقيتها قعدة على كرسي الشمس وقالتلي يا عمران اخيرا جال وقت اللي هتاخد حقك فيه هنا بصت لو تلعين عايز اعرف هعمل ايه وهاخد حقي منهم ازاي هنا بصت وسكت وقالت ابوك قالك ان الكتاب ده لها جنوبية مش كده تلعاي وقالتلي هو ده اللي انت هتقوله من بكرة هتقابل الناس بكرماتك وهتقول للناس اللي سببت في ازاية ابوك كان السبب في موت ابوك وهتكلمهم هتكلمهم بلهجتك النوبية لكن هي مش لهجة نوبية هي التلاصم اللي هتموتهم للابد هنا قلتلي اللي قازوا ابويا وامي تلاتة تلاتة رجال هزد ما وقالت ما انا عارفة والتلاتة دول عايشين يا عمران من بكرة هتبدأ انتقامك ابوك كان ليه قدر كبير عندنا وانت وريثه وريث العهد عد اليوم وتاني يوم خرجت للشارع الناس اتغيرت عن زمان بس انا لقيت دكان مبني مكان بيتنا القديم كان دكان الحج عبد الباصط ده واحد من الناس اللي تسببت في ازاية الابويا لقيت نفس رايح عنده وقلت يا كل السنين دي خلت وشه مليان بالتجعيد عجز وبقى شكله غريب دخلت وسلمت عليه وفكرت بيا وقعدت جنبه وقلت له ازايك ازايك عم عبد الباصط انت طبعا مش عارفني ولا فاكرني انا عمران ابن حسن عبد الله اللي مات زمان في نفس المكان بتاع دكانك ده هنا قاعد يفتكر شوية وبعد كده قال لي عمران بس عمران ده مات مع اهله يا ابني قلت له لا انا عايش وانا قادرت اخرج من الحريق وانا قدامك هون انا هربت ساعتها ورجعت على بلدي اسوان وعيشت هناك الفترة اللي فاتت دي كلها لما بدأ يقول لي حمد الله على السلامة يا ابني ازايك ابو كان راجل محترم وطيب وكان غالي علي قلت له اه اه ما انا عارف هو يا ما حكالي عنك وعن جد عنتك هنا قال لي وانت قاعد فين يا ابني دلوقتي قاعد هنا ولا قاعد برا المنطقة قلت له لا انا قاعد هنا مؤجر شقة هنا واقاعد فيها لما قال لي طيب يا ابني على البركة وحمد الله على السلامة وغفلت وخدت منديله القماش اللي على الترابيزة وقلت له سيبك انا لشان معايا شوية حاجات كده اخلصها وهبقى اعد عليك من وقت للتاني ورجعت البيت وبديت اشتغل عليه بالسحر والجن بعد يومين الحجة عبد الباصط ابنه مات في حادثة عربية وبيته اتحرق بامراته وبنته وهو كنت فرحان ان الشغل بينجه تاني يوم رحت على القهوة اللي بيصهر فيها زكي زكي اللي كان دايما بيشرب ومسطول اللي قامت تريع على ابويا وقال كلام اقل ما يقال عنه فجور كامل زمن ما غيروش لسه بيشرب ومدهول زي ما هو صحيح كبير في السن لكن زي ما هو رحت وسلمت عليه وكان طبعا مش فكرني وفي حالة مش حلوة ده بصراحة خليني اختصرت معاه السكة لما قلت له طبعا انت مش تفتكرني يا عم زكي مش فاكر حسن عبد الله تاجر الفراخ اللي مات محروق هو ومراته هنا بصري وقال لي يا ابن هو انا فاكر اسمي هنا اتحكته وعدت جم وعدت اتكلم معاه وهو سكران وندحك واندي ايه دلعب في شعره ده انه هو كمان على انه تهريج وعمل اشرب معاه بس كنت بسحك كام شعرة منه سبته ومشيت وفي الليل اشتغلت عليه برضو بالسحر على الشعر اللي خدته منه ده ما طولش عليه العقاب نزل على طول في تاني يوم دلق بنزين على نفسه وولع في نفسه انتحر وبنته رمت نفسها من البلكونة حزنا عليه كنت سامع شمس بتضحك في ودني وبتقول لي فاضل واحد فاضل واحد علشان ترجع بلدك وتكمل وفعلا هو كان باقي سعيد وده تاجر كبير بس مصاب بالسرطان في الدم هو اصلا بين الحياة والموت وامله في الحياة هو ابنه الوحيد حسن اللي بيشتغل محامي هنا قررت انتقل منه في ابنه هو موت ومش هيهمين هو خلاص ميت ميت ورحت للمحامي ده علشان اسأله وقلت له ان انا معايا قضية وبدأت خشله وقلت له زيك استاذ حسن لما قال لي اهلا انا سهلا بيك انت عمران الساكن الجديد هنا وبدأنا نتكلم وندردش قلت له ايوه وده مش مجرد اسم انا كمان بيسموني عمران النوب لان انا بتكلم نوب كويس بس انت مش هتفهم اللهجة الصعبة وعدت ااخد وقد معاه لما بدأ يقول لي انا بحب اسوان والنوبة جدا واتمنى انك تعلمني اللهجة وتاخدني مرة هناك فلقلت له طيب طيب وبدأت ادردش معاه في قضية انا اخترعتها ونتكلم فيها لغاية ملمحته بيمسح وشه في منديل من المناديل وبيرميه في الطفاية جنبه هنا طلبت منه مية اشرب قام يفتح التلاجة اللي وراه ويجيب المية هنا انا خدت المنديل بسرعة حطيته في جيبي وبعدها مشيت ووعدته بتكرار الزيارة بعد ثلاثة ايام لا ايوه حسن ميت في مكتبه وازمة قلبية حده ابوه طبعا لمستحملش ومات وراه هو وامه كنت حسس بانتصار ونشوة انها خدت حقي لما لقيت صوت شمس بيقول لي ارجع بلدك اسوان لسه انت مخلصتش انتقامك لميت شنطتي من بالليل وسفرت اسوان ووصلت الصبح للمكان اللي ابويا وامي اتوالدوا فيه وروحت على العنوان اللي كان ايلا عليه ابويا من زمان ووصلت للمكان لبيت ابويا وعرفت الناس ان انا الشيخ عمران ابن حسن عبد الله واني معالج من المس والسح بالقرآن الكريم لما دخلت البيت كالعادة لقيت شمس وقالتلي فيه تاجر من الاتنين مات قبل ما توصلوا كده باقي تاجر وشيخ الجامع اللي حكالك عنهم ابوك بس انت دلوقتي الشيخ عمران اللي بتعالج الناس وبتعمل خير هتلاقي في القوضة دي كل حاجة هتحتاجها هنا دخلت القوضة عشان هلاقي كتب السحر بتاعت كلها وصور للتاجر الصبحي والشيخ مروان وصورة البنت شابة وحاجات كتير ما تبقاش غير في بيت رواحة ساحر كبير هنا بصتلي شمس وقالتلي صورة البنت دي بنت التاجر الصبحي والصور دي للتاجر الصبحي والشيخ مروان وثابتني شمس قعدت في الليلة دي احضر البخور واحضر الجن قوي يقدر يساعدني في اول مهمة عايز اعمالها وعملت عمل الشيخ مروان بالخراب وبالموت البطيء كمان بعد تعريبا اسبوع جاي صبحي ومعاه بنته وقال لي الحقني يا مولانا الحقني بنتي ديها كام يوم بتصحى من النوم تسرخ وتقول انها بتشوف واحد شكله وحش بيطردها وبيتحرش بيها هنا لتول ما تخافش يا أستاذ ما تخافش غمضي عنك يا بنتي وقولي ورايا وبديت أردد عليها مش قرآن كانت دعوات لاستجلاب الجن أكتر وأكتر وقلت لها دي أسماء سريالية وفعلا كربت ورايا بصت لأبوها بعد ما خلص وقلت له بنتك عليها جن عاشق وعلاجه مش سهل هتمشي دلوقتي وتجيلي بعد أربعة أيام لما قال لي حاضر يا مولانا في خلال الأربعة أيام دي اشتغلت أكتر وأكتر لغاية ما الجن استولى على جسمها وخلاها ولعت في البيت وكل أهل البيت ماتوا محروقين زي بضاعة أبويا اللي اتحرقت لكن اللي كان هيشلني هو الشيخ مروان فيش حاجة بتحصل والجواب كان عندي شمس اللي قالتلي نحصل نفسه دايما بآيات من القرآن الكريم شهتقدر على إنساء كان الحل إن طلبت منه إن ييجي البيت ضروري وإن عايز أتناقش معاه في موضوع يخص الرقية وهو في الحقيقة لبت دعوة وجه مباشرة لكن فجئني لما قال تعرف إن أنا أبوك الله يرحمه مكناش على وفاقه مع بعض بس كان آخر حاجة ممكن أتوقعه إن هو يتهمني بالباطل أنا يا ابني ما قلتش على أبوك زي ما قال للناس زمان كل غلطتي إن سكت وما قلتش الحق والساكت عن الحق شيطان أخرص وكمل وقال أكون شيطان أخرص أحسن ما أكون شيطان بيغضب ربنا بعمال السحر والدجل والعياذ بالله يا ابن أبوك كان ساحر كبير يا ابني أبوك كان كافر عموما أنا ما عنديش حاجة قدر أرهالك أكتر من كده خلينا نبدأ ونعرف أنت عايزني هنا ليه وعايز هنا عديت من وراب ومنتهى الوحشية وفي حركة مبغطة دبحته بالسكينة اللي كنت مجهزها والدم ملل المكان هنا أنا خلصت دي حكايتي هنا بصله رأي الضابط قال له كل الكلام ده تمام بس المحكمة هتاخد بقتل الشيخ ماروان بس ومش هتصدق كلامك ده كله لما بصل وكيل النيابة ودحك قال له محكمة ايه باي شمس مش هتسبني وخصوصا أن أنا حكيت وتكلمت عنهم وعنها تقلقش من الموضوع ده هنا هز وكيل النيابة رأسه ورجعه للحجز تاني وولع سجارته وعادي يفكر هو ايه الكفر ده اللي بيتورث من جيل لجيل ولا يكون الولد مجنون فعلا عموما كله هيبان وخلص شغله وروح وكيل النيابة البيت نفس اليوم بالليل جاء تليفون لوكيل النيابة وهو في البيت بيبلغون فيه حدثة حصلت جوه الحبس ولازم ييجي وفعلا نزل بسرعة يشوف فيه ايه ودخل لزنزانة عمران اللي لقاء مرمي على الارض متخشب والدم طالع من كل مكان في جسمه بص يمين وشمال ما كانش فيه حد عمران كان محبوس لوحده لما هزد ناغه بأسف وعرف ان كلام عمران كله كان صحيح بس للأسف ورث السر ومات السر معاه بغايت هنا انتهت الحلقة دي انا حكيتها زي ما جاتلي بالزبط مع تغيير بعض الأسماء بس اتمنى تكون عجبتكم تسوش اللايك وتشير وتتابعونا في كل مواقع الموجودة تحت في صندوق الوصف شكرا لكم مع السلامة